بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونولاه كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب يقول العلماء إن من أفضل الأشياء التي يجب أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا عليها هي شهر رمضان لأنها ليس كرامة ولا عطاء أفضل من شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أول رمضان أو إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وناد مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة تخيل العطاءات دي وما نبقاش نهني بعضين عليها والله من أعظم العطاءات إن أبواب الجنة كلها مفتحة كأن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الطاعة أقبلوا أقبلوا أبواب الجنة مفتحة تستطيعون أن تدخلوا من أبواب الجنة من حيث شئتوا من أي باب من باب الصلاة من باب الصيام من باب القرآن من باب الصدقات من باب صلة الأرحام وهكذا أبواب الجنة كلها مفتحة وكأنها مشتاقة لأهل الطاعة ومشتاقة لأهل القرب من الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليكم أن آية القرب موجودة مع آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب القرب هنا جاي مع آيات الصيام وكأن يعني بيقول لك أقرب ما تكون من الله وأنت في هذا الشهر طيب المبارك وغلقت أبواب النيران أهل المعصية وأهل الزنوب وكلنا أهل الزنوب وأهل معاصي كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك ما تقلقش إن الله يغفر الزنوب جميعا كل الأبواب بتاعة النار مغلقة قربوا ما تخافش يعني أبواب النار كلها تأفلت الموضوع مفتوح لك والله سبحانه وتعالى يبسط يده إليك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والمفاجأة بقى بتاعة آخر الحديث ده ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يعني كل ليلة في عتقاء من النار يعني تفاجأ كده إن ربنا سبحانه وتعالى أعتق رقبتك من النار تيجي يوم القيامة تلاقي فيه كارت أخدر كده حتى لو حصل إيه وقالوا نفلان ده من أهل النار يخرج هذا الكارت ويقول لك هذا الرجل من عتقاء الله عز وجل في شهر رمضان في سنة 2024 في يوم كذا أو في ليلة كذا عطاء من الله سبحانه وتعالى طب نعمل كده إزاي؟ قرب قرب على الله سبحانه وتعالى اجتهد في طاعة الله قوعة تبقى من أهل الخسران يعني معقول يا جماعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى منزل لنا معراج ومعارج لطاعته وللأقبال عليه معارج سلالم كده نزلة من السماء بتقول لك أقبل على الله اصعد هذه السلالم اصعد هذه المعارج إنك مقبل على الله سبحانه وتعالى والله فتح لك جميع أبوابه يعني فيه أكتر من كلمة إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك جميع أبواب الجنة فلم يغلق منها باب يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الأبواب كله أقبل لكن انت اوعى تكون من اهل الخسارة واهل الحرمان وتحرم نفسك من العظمة دي ومن الفضل ده ومن الرحمة دي ومن المغفرة اللي بتتنزل عليك كل لحظة من لحظات رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رغم انف رجل يعني خلاص ده منخير والطراب حطوا وشه في الطراب رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم ورغم انف رجل ادرك رمضان ثم انسلخ يعني رمضان انسلخ وعد ولم يغفر له يعني ازاي يعمل حاج رمضان يجي لك تلاتين يوم بتلاتين ليلة وربنا مغفر لكش وكل اسباب المغفرة موجودة كل اسباب المغفرة مفتوحة قدامك سلالم مباشرة معارج الله سبحانه وتعالى ابواب الجنة كلها مفتحة الاعمال والحسنات مضعفة مغفرة الله بتتنزل على عباده رحمته الله عز وجل تتنزل على عباده اقل شيء ممكن تعمله ممكن يكون سبب ان ربنا يعتق رقبتك من النار وبعد كده تقول لي لا اصلا انا ما كنتش من اهل الربح والفوز مع الله سبحانه وتعالى لا ده انا كنت مشغول بحاجات تانية مشغول بالحاجات اللي الناس بتحاول تشغلك بها عن ربنا بقى مسلسلات وفوزير وصحبة سيئة بتاخدك بعيد عن الله كل ده جماعة لازم العلاقة دي تقطعها اذا كنت انت فعلا عايز تقبل على الله اذا كان ليك زنوب وكلنا اصحاب زنوب وعايز ربنا يغفر لك ان الله يغفر الزنوب جميعا انه هو الغفور الرحيل هو تغفل عن هذا الامر وتبقى من الخسرينين او من اهل الخسارة خليك من اهل الربح والموضوع مضمون والله العظيم اقسم بالله الموضوع ده مضمون عند الله عز وجل ان انت تكون من اهل الفوز ومن اهل الطاعة ومن اهل العطق من النار والله الموضوع ده مضمون لان طالما ان ربنا فتح لك ابواب الجنة طالما ربنا سبحانه تعالى جعل لك اسباب للمغفرة واسباب للرحمة يبقى هيرحمك طالما ربنا فتح الباب يبقى ربنا هيقبالك بقى اقل شيء والله بس اقبل انت واصلح نياتك مع الله وتوب الى الله نسأل الله تعالى ان نكون من اهل الفوز وان نكون من اهل الربحان لا من اهل الخسارة اللهم اننا نسألك ان تجعلنا من اهل القبول في شهر رمضان ونسألك يا ارحم الراحمين ان نكون من عتقائك من النار وذلك كل ليل اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته